من جديد بجانة تحية بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الاهلي في كل مكان زي ما قلنا النادي الاهلي هو من يكتب التاريخ النادي الاهلي هو من يصنع التاريخ بل الاهلي هو التاريخ يوم تاريخي في حياة كل فرض ينتمي للنادي الاهلي سواء داخل المنظومة أو خارج المنظومة النهاردة ركن جديد وبيت جديد بيضاف للبيت الاهلاوي كلام كتير هنستفيد في هذا الامر ويسعدنا ان يكون معنا في هذه أثناء العميد أحمد إهاب النحاس مدير فرع النادي الأهلي بيئة تجمع الخامس سيدة العميد ده برحب حضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي هو واحد أبناء المدرسة العسكرية المصرية وجود فرع النادي الأهلي في قاهرة الجديدة على مدخل وواجهة أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في الدولة المصرية وهو العاصمة الإدارية مسئولية كبيرة وليس لها ويحمل هذه المسئولية على عاطقه سوى النادي الأهلي أستاذ فاروق برحب حضرتك الأول برحب قناة النادي الأهلي من عورنا ومشرفنا فحدث من الأحداث الجميلة المنظومة الرياضية المصرية بالكامل بتنتظرها زي ما حضرتك تشرفته وقلت حدث افتتاح أحد المنشآت اللي تهم الدولة المصرية وكان أكبر دليل دعوة كابتن محمود الخطيب لرجال الدولة المصرية والمؤسسة العسكرية كل من ساهم وأشارك في هذا الحدث الجلل الحمد لله النهاردة تشريف معالي وزير الشباب والرياضة ومعالي وزير الزراعة والسادة الوزراء الأفاضل والشخصيات العامة بداية من كابتن حسن حمدي الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي مش عايز يعني أنسى حد ده كان أكبر دليل بأهمية الحدث افتتاح فرع القاهرة الجديدة افتتاح مش هنقول فرع بقى مقر القاهرة الجديدة زي ما كابتن محمود الخطيب تفضل وأفاد إن احنا أصبح لنا مقرات على مستوى القاهرة القاهرة والمساواة مناطق الجديدة بفضل الله فرعة القاهرة الجديدة زي ما حالك قلت هو على مشارف المشروع الاستراتيجي لجمهورية مصر العربية العاصمة الإدارية مشروع الدولة المصرية اللي بنحلم بيه كلنا الفخر للمنظومة المصرية بالكامل اللي كانت وغدة اهتمام ودعم القيادة السياسية بداية من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي نزولا عن كافة السادة الوزراء ومعالي رئيس دولة الوزراء السيد المهندس مصطفى مدبولي مصر كلها بتتنقل نقلة جديدة نقلة حضرية زي ما بنقول النادي الأهلي جزء لا يتجزأ من المجتمع المصري كان اهتمام كابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة المحترم واضح وصريح لأنه كان مقدر تماما ان افتتاح فرعة القاهرة الجديدة مع بدايات نقل المؤسسات الحكومية والمؤسسات المصرية اللي بسم الله ما شاء الله كلنا كمواطنين مصريين بعيد خالص عن وجودنا داخل مقر أحد مقرات النادي الأهلي ومقر القاهرة الجديدة شوفنا زي هذا الصرح الجلل اللي احنا بنعتبر نفسنا بوابة بالنسبة للعاصمة الإدارية يمكن تبعد أمطار عن فرعة القاهرة الجديدة الحمد لله بفضل الله جهد منظومة كاملة جهد أشخاص أخشى أن أنا أنسى فرض فيهم بداياتا من العامل لأعلى درجة من الدرجات الإدارية من السادة المدرين والسادة القائمين على المنظومة إدارة هندسية برئاسة المهندس سامح علي كامل تبعت واكتهدت من أكثر من خمس سنوات وست سنوات بنقاتل بمعنى الكلمة للخروج بالمظهر اللائق اللي هيخدم بشكل كبير جدا على المنطقة بالكامل وزي ما بنقول هي أد فاليو أو إضافة قيمة لمنطقة أو مناطق القاهرة الجديدة متابعة مستمرة من السيد الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي اللي لم يكل ولا يمل عن بازل أي مجهود في خلال الفترة اللي فاتت في المتابعة من ساعة ما تشرفت بالتكليف من الكابتن محمود بإدارة فرع القاهرة الجديدة استكمال مبدأ والسلوجن الرئيسي للنادي الأهلي اللي احنا بنؤمن به كلنا كابتن محمود الخطيب كل من هو منتمي لمنظومة النادي الأهلي من أعضاء وعملين ومنتميين للنادي أن منظومة النادي الأهلي مبدأها التاريخ مبادئ تطوير تاريخ مبادئ تطوير أصبح سلوجن ما نقدرش نستغنى عنه مقولة ارتبطت بالنادي الأهلي ارتبطت بأحداث النادي الأهلي أحداث النادي الأهلي على المستوى الرياضي أحداث النادي الأهلي على المستوى الاجتماعي أحداث النادي الأهلي على المستوى الإنشائي فالحمد الله بنحمد ربنا وزي ما حالك شايف في النهاردة يعني إخراج على أعلى مستوى بنحمد ربنا كلنا عليه ست العميد عايزة أرجع لتكليف الكابتن محمود الخطيب للعميد أحمد إيهاب النحاس عميد أحمد إيهاب النحاس كان مديرا لفرع النادي الأهلي بمدينة نصر ومع أن النادي الأهلي خلاص ابتدى أنه يضح حجر الأساس في فرع التجمع الخامس كان تكليف مهم جدا من الكابتن محمود الخطيب للعميد أحمد إيهاب النحاس وقال لك أن مهمة قيلة ولكن أنت أدها وأن الفرع ده هو وجهة مهمة جدا ليس للنادي الأهلي ولكن أيضا للدولة المصرية عميد أحمد إيهاب النحاس قد الوعد وقد المسئولية والنهاردة بنشوف حالة السعادة اللي عندك وعند جميع أفراد المنصوبة اللي هلوي ولكن كابتن فاروق هو كان تشريف مش تكليف كابتن محمود لما تفضلوا استدعاني فحضور الدكتور سعد شلب المديري التنفيذي للنادي الأهلي وكان القعدة قعدت يعني لقاء كان بنتحدث على التطورات الانشائية اللي حدثت في مدينة نصر وفجؤت بهذا التكليف وهذا الشرف وكان ردي حابب أن أنا أذكره لحضرتك وأذكره للمنظومة بالكامل أن كل من هو منتمل للنادي الأهلي أي مكان في النادي الأهلي أي مكان في النادي الأهلي هو شرف لأي حد مش شرط مدير المكان مش شرط عامل في المكان مش شرط مشر في المكان كلنا زملاء كلنا في مكان واحد كابتن محمود الخطيب قالها واحنا بنكررها وراها النادي الأهلي ما ليوش فضل على حد النادي الأهلي فضله على الجميع أنا آسف ما حدش ليه فضل عن نادي الأهلي نادي الأهلي فضله على الجميع ودي حقيقة ودي مقولة وكان الرد الواضح الواضح لكابتن محمود كابتن أي مكان داخل منظومة نادي الأهلي هو شرف ليه وكان التكليف يتخلله بعض التفاصيل اللي احنا مرنا بيها والتحديات اللي احنا مرنا بيها في فرع التجمع وإزاي كابتن محمود ومجلس قدرته المحترم مهتم جدا 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 بالمحافظة بشكل كامل على كل الأحداث اللي حصلت وكل التطورات اللي حصلت عندنا جوه النادي الأهلي الحمد لله الحمد لله يمكن أتمنى كمان لله واحده طبعا أتمنى أنا وزملائي وحابب أن أنا أذكرهم اسم اسم عندي ربنا أكرمني بمديرين إدارات ورؤساء أقسام بدلات من العميد أحمد عب حليم مدير إدارة الأمن اللي بزل معنا مجهود محترم جدا النهاردة إلى جانب باقي المنظومة عندي الأستاذ أمين فتحي مدير إدارة الفاسيليتي من الناس المحترمة جدا والخبرات الجميلة اللي احنا بنتشرف بيها في وجودها معنا عندنا الدكتورة هارة فارغالي مدير إدارة الصلاة والملاعب لها تاريخها في المجال وتاريخها في النادي الأهلي المشرفين العمال كلهم ناس تربوا في كيان عاشوا في الكيان مدة طويلة بيشتغلوا بحب بيشتغلوا بود بننسى النهاردة من بداية اليوم ومن قبلها بأسبوع نسين تماما تماما الألقاب كلنا على قلب رجل واحد كلنا بنمثل النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب نفسه بيضرب المثل لنا كلنا في تواجده في خلال الأسابيع اللي فاتت من بداية اليوم من بداية اليوم لنهاية اليوم تخالمة كابتن محمود بخيمته وقمته وتواجده ده طب إحنا بقى مطلوب مننا إحنا نعمل كل حاجة جميلة احتراما لهذا الكيان احتراما للمنظومة اللي فضلها على الناس كلها فضلها على الناس كلها والحمد لله نتمنى أن احنا نكون قدمنا شكل يليق بنا كلنا يليق بعضاء نادي الأهلي يليق بالمنتمئين للنادي الأهلي سيد العميد عشت كل الملفات بتاعة الفرع كلمة أتقولها للقيادة السياسية وفقامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والدعم اللي محدود اللي شفناه من إدارة الهيئة الهندسية والأشغال العسكرية علشان أن يكون النادي الأهلي موجود هنا في القاهرة الجديدة كأحد البوابات أو بوابة للمدخل العاصمة الإدارية الجديدة أعتقد كلام مهم جدا للدولة المصرية رسالتي أنا كمواطن مصري للقيادة السياسية يكتفها كتب إحنا كنا راحين لمرحلة خطيرة جدا فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وفقا أنا لخلفية العسكرية عارف ومقدر تماما حجم المسؤولية التي تعرض لها نهض بالدولة المصرية ونقل الإحساس لكل المؤسسات وكل أصحاب المناصب القيادية في الدولة المصرية نقل الإحساس لنا كمواطنين مصريين نقل الإحساس للمواطن المصري محمود الخطيب المواطن المصري العمري فاروق المواطن المصري مهند مجدي أعضاء مجلس الإدارة المحترمين كابتن خالد مرتجي نقل إحنا كمواطنين أهمية اللي بيحصل في مصر وبناء عليه من ساعة ما بتدينا المشروع ويمكن أنا حضرت يا كابتن فاروق المشروع وإحنا أرض صحراوية كان الكابتن بناء على تكليف من الكابتن نحنا كنا بنسلم الأرض أثناء التخصيص وكان لنا أفراد الأمن الخاصين بالنادي الأهلي مؤمنين أن المشروع الحلم حيتحقق أمننا بيه من أول يوم زي ما القيادة السياسية أمنت أن الدولة المصرية حترجع بالشكل اللائق اللي يليق بيها وبحجمها أنا واحد من الناس كمواطن مصري عادي جدا بدون أي لقب وبدون أي مسميات أو أي مسميات وظيفية لما بروح أنا وأولادي وزوجتي وبنروح على بوابات العاصمة الإدارية وبنلف في العاصمة الإدارية وبنشوف مصر الجديدة مصر الجديدة بكل أحياءها وبكل مناطقها والطفرة اللي حصل عندنا فيه تحديات فيه تحديات لكن التحديات اللي احنا خرجنا منها كانت أقوى من التحديات اللي احنا موجودين فيها دلوقتي بفضل الله أنا كان مواطن تاني بقولها كان مواطن مصري بشكر الكيادة السياسية فخامة الرئيس عبد فتاح السيسي إنه أوجد لنا الطريق الصحيح للدولة المصرية والهوية المصرية اللي كانت بشكل أو بآخر ابتدت يعني تنسلخ بطريقة أو بأخرى من كل واحد عايش على تراب البلد دي أكل وشرب من تراب البلد دي نهاردة كابتن محمود الخطيب كان واضح في كلمته تقديره ووجود قيادات الدولة المصرية واضحة تقدرها الواضح إن كان كابتن محمود الخطيب ومجرسه المحترم كانوا على قدر المسئولية استقبلوا الرسالة مظبوط رسالة القيادة السياسية المصرية استقبلوها مظبوط واشتغلوا عليها إحنا وجهة أو على أبواب المشروع الاستراتيجي لمصر الدور المجتمعي للنادي الأهلي بيمثل في كل أركان المجتمع المصري وكان ضروري جدا إن إحنا نبقى على قد المسئولية خاصة في افتتاح فرع من الفروع تخطينا فيها كل السلبيات اللي ممكن كنا نواجهها سواء على المساوى الاقتصادي أو المساوى التجهيزات اللي إحنا وفرناها في النادي تحديات كتيرة جدا يا كابتن فاروق إحنا قابلناها كابتن محمود الخطيب بمجلسه المحترم قابله تحديات كبيرة جدا خاصة مع التطورات الاقتصادية اللي كلنا بنعيشها وكلنا لمسينها بفضل الله إحساسنا بالمسئولية تجاه الدولة المصرية حسين كويس قوي هما بيعملوا إيه وبناء عليه بنحاول نقادي دورنا المجتمعي وبنمشف نفس المنظومة بنفس الأداء ويا رب نكون بنفس سرعة فخامة الرئيس ونكون على نفس المستوى كمواطن مصري بتقدم بخالص الشكل والتقدير كمواطن مصري وأسرة مصرية عادية جدا بنتقدم لساته بكل الاعتزاز والتقدير ويا رب نكون جزء جزء كمواطنين مصريين وكمؤسس النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب نكون جزء بيساعد بشكل أو بآخر سواء على المشاوة الثقافية أو الرياضي أو الانشاء اللي احنا بنشوفه الطفرة اللي احنا بنشوفه على كافة المستويات في الانجاز اللي بيتم من اكتر من 13 سنة اكتر من 10 سنوات من ساعة ما خرجنا من الحقبة المزلمة اللي كنا داخلين عليها لغاية ما وصلنا للمرحلة اللي احنا بنشوفها النهاردة بيشرفنا اخواتنا من دولة الامارات نادي الشرق معنى وجود الاخوة العرب معانا فحدث زي ده ده احساس بالامان احساس بالتقدير بغض النظر عن علاقاتهم بالشأن الرياضي أو الشأن السياسي ده تقدير للدولة المصرية تقدير لكابتن محمود الخطيب تقدير لمؤسسة النادي الاهلي اللي لها تاريخة اللي كلنا عارفينه دولة المصرية مقدرة تماما دورنا المجتمعي واعتقد وجود سادة الوزراء النهاردة هو اجمل تكريم واجمل تقدير لإحساس الدولة المصرية بكل المجهود اللي بيتم عن طريق النادي الاهلي برئاسة كابتن محمود والمجلس المحتوي فكرة كاسادة العميد ونبرك لك والمهمة انت ان شاء الله قدها واخيرا ان النادي الاهلي بيفتح ابوابه هنا في القائرة الجديدة الحمد لله كابتن فاروق بنسعد بيكم في كل حدث عشتوا معنا كل الأحداث الجميلة قناة النادي الاهلي كانت السباقة في كل الأحداث الجميلة اللي احنا عشناها على مدار الأرب السبع سنوات اللي فاتت والمشارية اللي احنا شفناها وما سبقونا من أعضاء مجلس الإدارات هو دل دل اللي بنؤمن به كابتن محمود الخطيب بيوجه به أجيال بتسلم أجيال هي رسالة بنسلمها البعض النهاردة احنا موجودين بكرة ممكن ما نبقاش موجودين يكون فيه ناس أحسن مننا بكتير فضله مولى من عند ربنا سبحانه وتعالى ألف ألف مبروك لكم جميعا ونسعد بيكم بقى الفترة اللي جاية وجود قناة النادي الاهلي كتير معانا زي ما انتوا شايفين كل اللي مهتم ييجي فرع القهرة الجديدة أعداد كبيرة جدا نسعد بوجودكم معانا إن شاء الله بإذن الله